شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي جاسر 132 والذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار ترجمة نانسي قنقر